اشتركوا في القناة فان شاء الله ما هي الكرومة في هذا الشرح وستستفيد معنا بحول الله بعد زيارتك لهذا الفيديو البسيط اولا احبابي كرام كمقدمة صغيرة الكرومة هي اداة تساعدنا على المونتاج فمثلا اردنا نقوم بعمل مشهد سينمائيا ونقوم بعمل تأثيرات كبيرة هنا تتدخل الكرومة لكي تساعدنا ولكي نستفيد منها كادات بسيطة في المونتاج ولتعطينا نتائج مبهرة وجيدة جدا الان احبابي كرام سوريكم بعض المختصفات حول الكرومة وستعرفون ما هي بشكل اضق تابعوا معي فرجوا امتعا كما تشاهدون احبابي كرام يعني احضرت لكم ملف جميل ويشمل كل ما يتعلق بالكرومة كما تشاهدون هذه الصور معي الان لاحظوا معي هذه هي الكرومة يعني يمكنك ان تشتري فقط توب وتقف بهذا المكان الذي في الامام وتقوم بتصوير تقوم بتصوير الخلفية الخاصة بالكرومة تقف كاملا وبعد تصويرك للفيديو الخاص بك سنقوم بعزل المنطقة الخضراء ونقوم بتحويلها الى اي لون او اي خلفية اخرى وهذا ما سنشاهده بعد قليل في برامج المونتاج بالتجربة معكم احبابي كرام بالنسبة للون الاخضر لماذا يكون اللون الاخضر عادة في الكرومة ولماذا لا يكون لون احمر او لون برتقالي او لون ابيض على سبيل المثال فبالنسبة للون يجب ان يكون لون لا يوجد او نادرا ما يكون في التوب او في الطبيعة بصفة نعمة فغالبا ستشاهد كرومة بلون ازرق صافي او بلون اخضر على ذا الشكل لكي نقوم بعزل هذه الصورة ونقوم بتحويلها الى اي خلفية او اي فيديو كان نوعه لكي نشتغل بها بشكل اضق وبشكل افضل ان صح التعبير ولماذا لا نختار الوان اخرى فهناك احبابي كرام كثير من الوان مثلا نختار اللون الاسود سنزيل يعني الشعر وسنزيل العيون او الملابس حتى ان كان فيها الاسود يعني كخلاصة احبابي كرام بالنسبة للالوان تختفي من الفيديو واللون النادر الذي نادرا ما نشاهده في الطبيعة وفي التسجيلات هو اللون الاخضر والازرق هذه الالوان يعني هي المحددة لتشكل لنا الكرومة كما تشاهدون محبابي كرام هذا السوديو خاص بالتصوير كما تشاهدون معي هذا السوديو من خلاله يقوم المصور بتصوير يعني مثلا شخصيات او شيء من قبل ويقوم بعمل اضاءة جيدة في الفيديو والاضاءة هي تشكل حوالي 40% من جودة الفيديو بالكرومة هي ضرورية لكي تشكل لك فيديو رائع بمنتج رائع مع الكرومة بالنسبة لهذه الغرفة كما تشاهدون احبابي كرام هي غرفة كاملة باللون الاخضر فمثلا يمكنك ان تقوم بتغيير خلفية الارض او يمكنك ان تقوم بتغيير خلفيتك وراء الدار ويمكنك ان تقوم بتغيير كل ما بحولك من خلالها الآن احبابي كرام سنتقل الى برنامج المونتج وساعرفكم اكثر عن الكرومة كما تشاهدون هذا من افضل او من اسهل البرامج التي تمكنك من عمال المونتج السهل يمكنك ان تقوم بالقصد هكذا وترجع هكذا تنسخ وتقوم باللسق وتقوم بالتقطيع من هنا ويمكنك أن تكبر التايم لاين وهكذا هذا البرنامج بسيط وجميل للغاية يمكنك أن تستفيد منه برنامج كامتازيا ستوديو من خلال هذا الفيديو الصغير الذي تشاهدون معي الآن تأثير الرصاص هذه الرصاصة سأقوم بإزالة الكروم كما تشاهدون معي هذه الرصاصة هي تأثير كما تشاهدون معي وسنقوم بإزالة الكروم الخضراء لكي تصبح الرصاصة فقط كما ستشاهدون معي سأقوم بوضع هنا خلفية على سبيل المثال أي خلفية سأحضرها مثلا فمثلا اخترت هذه الصورة أحبابي كرام كخلفية سأقوم بإزالة اللون الأخضر الذي تشاهدون هنا على هذه الرصاصة وستصبح لدينا كخلفية هذه الصورة كما تشاهدون هذه الصورة ستصبح لدينا مثل الخلفية لهذه الرصاصة المهم سنقوم بالذهب هنا حسب البرامج التي تعمل بها أنا أعمل ببعضة البرنامج مثلا وسأريكم أيضا في برنامج After Effects كما تشاهدون مثلا لدينا هذه الرصاصة سأقوم بإزالة الكرومة وسأترك هذه الرصاصة ب هذا الشكل نقوم بالضغط على Remove a Color من هذا البرنامج ولاحظوا معي تم إزالة الكرومة لكن هناك بعض كما تشاهدون في جانب الصورة تظهر لنا هذه الألوان كما تشاهدون سأقوم بإزالتها بالتدقيق الآن سأقوم بالعمل وتحريك هذا اللون كما تشاهدون أو هذا اللابوس وهنا كما تشاهدون معي أهوى بشكل جيد الآن هكذا سننتقل وسنشاهد الفيديو لاحظوا معي هنا هذه الرصاصة لاحظوا أصبحت كأنها يعني لا شيء يعني في الهوى المهم هذه فكرة فقط وهذا أمر بسيط يمكنك أن تقوم بتجربتي بنفسك من خلال أي برنامج مثلا سننتقل إلى هذا البرنامج برنامج After Effects اخترت هذه الكرومة على سبيل المثال نفس الكرومة وسنقوم بوضعها هنا على سبيل المثال ومن ثم سنقوم بعرض الفيديو وسنشاهد النتيجة في الأخير يعني نفس الفيديو الذي شاهدناها قبل قليل لكن سنقوم بإزالته من خلال Effect & Process سنقوم بالذهب هنا نكتب K-Lite بذلك الشكل هكذا نقوم بسحب هذه الأدات أو هذا الـ Effect نقوم بسحبه على الفيديو فمسلا كانت لديك طبقات تقوم بسحبه على الفيديو المخصص هنا كما تشاهدون لاحظوا لدينا K-Lite لاحظوا سنقوم بعرض الفيديو لم يضاف لنا أي شيء هكذا سنقوم بتحديد Green Screen لاحظوا مع Screen Color نفس الأمر كما تشاهدون لقد قمنا بتحديد هذا الـ Color ولاحظوا برنامج Adobe After Effects لم يظهر لي أي شيء من البداية كما تشاهدون لأنه احتراف أكثر من أي برنامج آخر كما تشاهدون هنا سنقوم بتحريك هذه الإعدادات لكي نحدد كمية الحدف اللون كما تشاهدون أصبح الذين هنا بشكل أكبر عفوا هكذا سنقوم بتحديد كما تشاهدون هذا اللون أصبح الذين مختفي من الفيديو هذه كانت أحبابي الكرام فكرة بسيطة عن الكرومة إن كانت لديكم أي تساؤلات عن أي تقنية أخرى في المونتاج أو أي تقنية في التقنية بصفة عامة اكتبوها لي في التعليقات اللي كانت نتحدث عنها في الفيديو المقبل كان هذا الشرح حول الكرومة وشرح مبسط حول هذا الأمر فإن أعجبكم الفيديو اضغطوا على لايك و اضغطوا على الاشتراك مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد شكرا لكم أحبابي الكرام أستدعكم الله إلى اللقاء في أمان الله شكرا لكم